وبقينا أنا وإياد عايشين بسياني الحب والحياة الزوجية وبنتنا معانا واحد النهار جات واحد الضيفة من العائلة أهد الفيلة والله تبحل وطيلات شي داخل وشي خارج ومني شافت إياد بغت تحمق عليه وأنا ديك الساعة شداتني لغيره وبكيد كانت دابز معاه وهو كيدحك وكيقول لي أش ندير زوين وكيحمقوا علي البنات وأنا مفقوزة ولكن وظلني لخبار أن كل شي حدرها مني وقال ليها باللي أنا ماشي سهلة ومستحين نتنازل لها علي مزيان من اللي وصلت لهم فردوس لخبار وعرفوا باللي الحاجة ديالي اللي قيسها لي أنقرصه أبقيت مطاربة مع هاد الناس واحد النهار كنت غادف الكلوار احتاج بتاتني شي قيد قلت نور الدين إيش كتير قال أنا قلت ليك النهار اللوي ما غنحيدكش من بالي وما غنتنازلش عليك بلا ما تمتلي دور العاشقة انتي في اللي خير غتكون ديالي قلت نور الدين حيدني من بالك أنا محرم عليك حيتمزوجة بخوك يعني عمري ما غدا نكون لك حلمك مستحيل بلا ما تحاول قال لا يمكن الحلم يتحقق وحلال نتزوج بيك إلى مات إياد قلت أش كتقول واش باغي تقادي خوك واش تسطيتي أش بغيتي الدين اضحك وقال إلا كيهمك الأمر أجي عندي مع تمانية دليل شوفي شكون كيخطط لراجلك قلت فين نجي قال لهاد العنوان وانا نقول أش هذا دار أنا ما كنمشيش للديور قال مزيان حسن مشو خلاني غنحماق اش بغي يدير خاصني نحمي إياد اش بغي يدير هذا ولكن هاد نور الدين يدير أي حاجة قالني يابل فم ديالو رأينا مات إياد غد نكون ديالو مستحيل إياد ما غيموتش وإلى وقعت ليه شي حاجة أنا اللي غدا نوت وما غنقدرش نعيش من بعده بقيت نهار كله وانا مدابزة مع خاطري وإياد كله مرة كيسهولني مالكي وانا ما كنلقاش نقول له هاد المرة حسيت بإدية مربوطة وما قادرة ندير حتى حاجة الله يخرج العاقبة على خير وصلت تمانية واتاخدت القرار أنا خاصني نمشي ونتفاهم معاه ونعرف الشبغة تاصلت بفاتن وعطلها كل شي وطلبت منها تجي معايا وفعلا مشات معايا وبقاتل تحت قلت لي هاي لا لقيتيني تعطلت أجي قلب أعلي طلعت في العمارة ودقيت الباب وافتح لي نور الدين اللي على ما يبدو كان كيتسناني وقال دخلي قلت إلا ما غندخلش قول لي يشنو عندك بالزربة قال واش انتي حمقى غاي سمعونا الجيران طريت ندخل وطلبت منه ما يستش الباب وبسرعة نستقني مع الحيط وبدك يبو سييف عمقي وأنا كنحاول نبعد عليه وكنسفي وبدون مقدمات لقيت شي حج بدو بدك يدرسي احتاول له كله دمايات كان إيات بقيت خايفة ومعارفاش كيفاش وصل هنا واناش كون قالها لي المهم أنه جا في الوقت المناسب اللي اعتقني من نور الدين سمعوهم الجيران وفكوهم نور الدين ناد بدمه كيتحك وإياد كانت النار شعلة فيه شاف فيه وجرني ومشينا الفيلة وطول الطريق مهدرش خرج من التوموبيل ودخل دغيال الفيلة وان دمورة كان عيت عليه وما كني جاوبنيش ادخل بزدربة وطلقات ليهم مو قالت له مالكا ولدي قال ليها أنا غنجمح ويجي ونمشي من هنا وما بقيتش باغي نعرفكم في حياتي قالت لي شنواقع سنة شرح لي قال ليها ولدك خلى عيالات الدنيا كلها وملقى قدامه غامراتي علاش مازال كيهدر معمو احتى لقينا نور الدين جاء وبدك يضحك وكيقول هادي كانت حبيبتي أنا قبل ما تكون مراتك انتا وانت اللي خديتيها مني قلت ليه سكوت الكذاب سكوت هو يقول اياد علاش يسكت واش خايفه يفضح علاقتكم وانا ديما كانت سأل اشنو سير العداوة اللي بيناتكم عاد عرفت السابق قال نور الدين انا وقمر كانت بيناتنا علاقة قبل حتى انتا ما تجي وتبان في حياتنا وتفارقنا وبغاد تفقسني وتزوجات بيك انتا ولكن كيما شفتي ما سخاتش بحبيبها اللول وما ذلك انت لقاو في الدار اللي شفتينا فيها وانا شاك بلي البنت بنتي انا ماشي بنتك انتا قلت مستحيل هادا كله كمين اياد انت اكيد ما غتطيقش هادشي قالت مادام هيدا وعلاش ما غيتيقش ماشي جيت خطبتك لنور الدين واللحة انا غدا تكدبيني في هادي هو كان كيبغيك وانتي لعبتي عليهم بجوج وانا حدرتك وقلت ليك بعدي من ولادي وما تفرقيهمش ولكن انتي اللي في بالك درتيه والديك ما كانوش موافقين بزواجك بإياد حيتعارفين علاقتك بخوه وهو يقول نور الدين شوفا إياد هاد صورنا قلت اينا تصاور اياد انا مظلومة انا غدا نشرح لك شد اياد تصاور كانوا تصاوري فعلا انا ونور الدين نهار اعرض علي اللعشة ومن اللي اعطاني الخاتم وشد في ايدي سما طاحور كبيرا ايدي هادا دليل كامل وكنش يشاهد عليه اياد شاف فيه وعينيه عامري بالتموع وقال احتهد شي لفقوه ليك وموصير رد بحيني قلت ليه كيسوق بواحد الصرحة وانا قلبي غادي وقف وما عرفتوش فين غادي خرج من اللي مدينة وبقى غادي شحال احتهد وقف بواحد البلاسة كلها خلا وجرني من التموبيل بواحد الوحشية هادا ماشي اياد لك نعرف ماشي هو ولا واحد اخر الغادة بملأ قلبه وما بقى كيشوف قدامه جرني ولاحني في الارض وجبد واحد لحبن وجبدك يربطني به وليت مشدودة من ايدي عند الشجرة وما قاداش نتحرك وبدك يبكي وقال علاش قمر علاش اعطيتك قلبي ديري فيي هكا انا غدا نحمق علاش كتلعبي بيا من الول كنت بالنسبة ليك لعبك تسلي بها كنت وسيلة تنتاقمي بها من نور الدين علاش علاش خليتيني نحلم خليتيني نولي نشوفك حياتي علاش تقلت لي حياتي علاش قلت ايه هاد عافا قال سكتي ما بغيت نسمع منك والا حيات غادي نتيقك مرة اخرى وانا ما بغيتش نتيقك حيات غانت تصدم انا غادي ندير نهاية لهاد العداب قلت اش غادي ندير ناضي من حدايا ودخل واحد الخربة مهجورة وجان منها فاس وبدك يحفر بدك يحفر بواحد الغضب والعرق والدموع مخالطة ليه وقال انا غادي نحفر قبر ليك انتي لا بد تموتي باش يوقف عدابنا بجوش انا غادي ندفنك حيا قمر غا ندفنك انتي غادي يكون قبرك هو هادا باش نسالي هاد العداب قلت اياد عافك تمعملني وما تظلمنيش انا مظلومة كنقسم ليك الموضوع ماشي كي ما كتعتاقل اياد بقيت كنغوت عليه وهو كأنه فعالم آخر كيحفر وكيحفر حسيت بالنهايتي هي هادي نور الدين خطط ونثد المخططة ديالو بإتقالي ما جاش في بالي انه ممكن يستغل الماضي ضده هو كان في موضع القوة حيتم مشاهدات معاه وأكدات كل شي لإياد وإياد ما كيشوفش قدامه وهذا أسوأ شيء في الموضوع بقى الخوف اللي كنت فيه وإياد كمل لحفير وناد عندي كيحيت لي الحبال من إيدي وانا كنبكي وكنزاوك عافك اعطيني فرصة نشرح لك غا تندم حيت ما سمعتيش مني الحقيقة ضربني بترشا احتشفت النجوم قدامي وقال أنا ما ندمان في حياتي إلا على حاجة وحدة وهي أنني عرفتك وحبيتك انتي شدني من شعري وبدكي يجر فيها وأنا كنتألم ورجلية كيتحكم على الأرض وراسي كيحرقني ولاحني في ديك الحفرة قلت إياد ما تقتلنيش إياد على قبل بنتنا فبدك يلوح عليها التراب وكيبكي وقال بنتنا حسن ليها الترابي تيما حسن ما تكبر وتلقى أم بحالك انتي كيلوح عليها في التراب وانا كنغوض وكان حاول نطلع من الحفرة وهو كيلوحني فيها برجلو حسيت الموت قريبة مني بزها شوية سمعت واحد الصوت كيعيط إياد داك الصوت رد فيا الروح وقال عرفت بلي غلقاك هنا ايش هاتشي كتير واش تسطيتي قال إياد بابا علاش جاي هو يقول له بابا إياد ولدي هي إلى خانتك فالموت رحماليها متوسخش إيديك بيها قال إياد أنا أصلاً ميت هي قتلاتني بتصرفها وانا نقول عمي انت عارف بلي أنا ما عنديش علاقة بنور الدين وحاولت لك هاتشي عقلتي عقلتي وأنا كنبكي انتان لي قلت لي رجعي الإياد وماشي سوقك يبغيك نور الدين ولا لا المهم أنك كتبغي إياد عبد الحميد قال هاتشي صحيح قامار خبراتني بكل شي في داك الوقت وهو يقول إياد واشنو كانت كدير معاه دا بفضاره إيش داها ليه؟ قلت هادك فخة إياد عافك خليني نشرح ليك وهو يقول عبد الحميد نوضي يا بنتي سيري في حالك نوضي وغيتوضح كل شي من بعد نوضي هاولني عمي باش نخرج من الحفرة وأنا كلي دم وجروح برجلية ما قدرت نوقف عليهم أعطاني مفاتيح سيارتو وقال لي يا غبري هاد الساعة ولدي ما شيف وعيو وأنا غادي نحاول نقلعو يعرف الحقيقة مشيت بواحد الحريق كنحس بالدات ديالي كلها كتحرقني بحالي لكنت في حرق ما عرفتش شكون لي قال العمي أنا في ديك البلاسة يمكن حس بولده أو اللي عارفه من اللي كيتقلق كيمشي لتنمى واللي عارفه أن الله كتب لي عمر جديد باش نتبت فيه برارتي ووصلت للمدينة بصعوبة وأول شخص جف بالي هي فاتن مشيت لدارها ودقيت وفتحات لي وهي مخلوعة عالية دخلاتني وقالت الله يا ربي ايش دار فيك هكا غنصوني للطبيق أكيد إياد حيت شفتوا البارح تخلموا راك وديك الطريقة اللي خرجك بها عرفت باللي غيدير ليك شي حاجة جد طبيب وداول الجروح اللي فيها ولكن الجرح اللي لداخل اشكون غيداوية بقيت كنفكر وكنفكر وحاقدة على الوضعية وعلى نور الدين بالخصوص وبعد ما عاودت الفاتن على اللي وقع خافت عليها وما خلاتنيش نمشي للفيلا طلبت منها تمشي تجيب لي يا بنتي حيت خفت عليها لا يمشي ديروا لها شي حاجة واتازلت بوحدة من الخدامات وقلت لها باللي غتجي عندها فاتن تاخد منها بنتي ورغبتها تعطيها لها بلا ما يشوفها شي حد وفعلا دكشي اللي دارت مشات وجابت لي بنتي الحضنة وسديت التليفون وطلبت من فاتن ما تقول لحتة واحد على بلاستي او لحتة اي معلومة عليا دازوا يومين والاول مرة كنحس فيهم باللي بغيت نرتاح وباللي ما قادراش نزيد تأذمت وبقى فيها راسي علاش انا اللي ديما خاصني نضحيح لقبل حبنا وعلاش هو ديما ما كيتيقنيش انا ضحيت بالدنيا كلها على ودو وهو شنودار كان بغيقتني بلا ما يسمع الحقيقة مني وبقيت في ديك الحالة نضت واحد النهار ولقيت فاتن جاية وجايبة اشعار من المحكمة وقالت هذا استدعاء ليك قمر وقلت اكيد اياد رفع قضية اطلاق قالت اه اياد رفع قضية ولكن ماشي ديالاطلاق قلت ديال لاش قالت ديال اتبات النسب ديال بنتو انا ديك ساعة حسيت بالدنيا قطور مستحيل واجح تل هاد الدراجة وصلت بيه ديشك في نسب بنتو مشيت كنجرب لما نحس الفيلا ودخلت وبقيت كنعيط بدوق الاعصاب اللي فيه وديك الفقصة وما لقيتش اياد وجات ماماه وقالت شنو اللي جابك شنو ما زالة باغا من بعد ما فارقتي لخوت قلت وانتي السابب لقيتها سببش تكدبي على اياد وما تقولي لوش الحقيقة قالت انا حدرتك النهار اللي اول قمر وانتي اللي بغيتي تلعبي بالنار قلت لها انا بغيت ولدك ما بغيت حتى واحد من غيره في الدنيا ما ارتكبت الجريمة وانتي خاصك اول وحدة حسبية حيط حتى انتي لعبو بيك في صغرك قالت انا انا قلبي مات وما بقى لي ما نخسر من غير ولادي ودك شي مات وفات قلت لا ما ماتش وباباك هو اللي دارها بيك من اللي قال ليك باللي عبد الحاميد كي تسناك في المكتب ولقيت يتم مراج لاخر من غيره صدمات بهاد الحضراء وقالت شكون لي قال لك هاد الشي هذا سر ما عارفه إلا أنا والمرحوم قلت لها أنا وانتي والمرحوم وهي تقول شنو كان تقصدي بالحضراء ديالك قلت كان قصد باللي عندي دليل براءتك كيما انتي عندك دليل براءتي طبعا انتي اكيد ما زال عندك الأعمال تراجعي لحبيبك لقدين وهي تقول وشنو المطلوم مني قلت أبغيتك تعاودي لإياد الحقيقة كلها وهي تقول مستحيل أنا غدا نخسر إياد ونور الدين بجوج ديك ساحا قلت ليها انتي حرها المهم عندك الوقت باش تفكري بديت غدا وهي تعايت لي وقالت إياد ما بقاش هنا هو رجع يعيش مع باباه من نهار وقعدك الشي شفت فيها ومشيت وشديت الطريق لعند دارنا القديمة دقيت وفتح لي عمي عبد الحميد ودخلني وبقا كيهضر معي وكيحاول يهدني ومن لي جاء إياد شاف فيه وقال علاش جاية واش بغى تموتي قلت لي أنا بغى نعرف علاش رفعتي ديك القضية بالنسب واش وصلت بيك احتل درجة تشك في بنتك قال أنا كل شي نتوقع منك كيما خنتيني أنا خاصة نعرف هاديك واش بنتي أنا ولا بنت نور الدين كيما كيقول ولا بنت شي واحد آخر غوت عليه وقلت سكوت وباركة متهمني في شرفي احتل هنا وصافي سالة كل شي طلقني وبنتك ما بغيتكش تعتار فيها وما تحلمش أنني نوافق ندي بنتي تدير شي تحليل بغيتي التيق هو هادا ما بغيتيش التيق قاطعني وقال علاش خايفة يعني را كيف الشك انتي براسك ما عارفاش شكون بباها غوت عليه وقلت له سكوت باركة احتل هنا وباركة طالما تلاشت بنتيقة كل شي سعلا غيجي النهار اللي غتعرف فيه باللي انت ظلمتيني بثار وغتجي تطلم مني السماحة وديك الساعة ما غتلقانيش مجيت كان بكي وقلبي شعلا فيه العافية بكيت حيت وصل بنا الحال احتل هادا الدرجة ولكن أنا ما غنتهن احتل ناخد حقي من اللي ظلموني نور الدين كيتسناه مني قادو كبير وزوي غن ندمو على كل دمعه نزلات مني وكان كل مرة كيجيني استدعاء من المحكمة باش نمشي نحضر الجالسات اتبات النسب أنا وبنتي ولكن كنت كنت جاهلها خنكون كنهين بنتي وكان تبتليهم باللي دارتي حاجة أنا متأكدة باللي اياد هو بباها ومايمكنش ندير التحليل بقيت أنا وبنتي مع فاتين في دارها احتى والدية ما سوروش فيها واللي عرفتوا ان اياد مشال عندهم وما قدرونش ينكروا باللي هما رفتوه من الول غاحيت اختبني نور الدين حتى هو وبقوة التفكير والصمت اللي كنت فيه ند ومشيت هزيت ساكي ومشيت للشاركة عند نور الدين ادخلته هو يقول يا الف مرحبة كان قول ما للشاركة دخل فيها النور فجأة قول هي غيقة مرلي طلعت قلت هادي رهة الظلمة وهي اللي غتظلم ليك حياتك قال نور الدين على قلبي بحال العسل وانا نقول له اشنو بغيتي مني يا نور الدين ما زال ما كفاكش دكش اللي درتيه معايا كله شنو ما زال باقيلك ما درتيهش قال بزاف ما زال باقيلي بزاف وانا نقول وعليش هاد الشي كله حيترفضتك قال لي ما زال ما تولداتش بنت المرأة اللي تحداني انا وتقول لي يلا قلت وشنو المطلوم مني وهو يقول باش نبحد منك لأبد وما نبقاش نقرب ليك قلت انطاق شنو بغيتي طلقني قال ليلا بغيت ليلا معاك ومستاعد نسابعد ها كل شي دكشي وكل عدوة اللي بيناتنا قلت انت اقدر انسان شفتو على وجه الارض نط ووجهت ليه نظارات قاسية بكل ثقة وقلت واخد بقى انت اخر راجع لوجه الارض نور الدين عمرك ما تحلم تقيسني او نتنازل ليك على راسي كتحلم خرجت كاعية من تنا وقلت له كان واحدك باللي ما غتشوف مني غير اللي قتلك نهايتك غتكون على ايدي انا مشيت فحالي وإياد مازال مصر يدير تحليل بنته وللأسف المحكامة فرضات علي ايجباريا ندير التحليل لبنتي ومشيت لقيت اياد كيت سناني في المحكامة وما جايش يبوث بنته كان كيكتافي فقط بتوجيه نظارات هاد دالية خداه العينة من دم ديال وهو ومن ديال بنتي ومشيت فحالي انا وبنتي قبل ما نشوف اياد بقيت شحان وانا كنخطط هاد نور الدين فالصراحة ما لقيت مني نشده والامل الوحيد اللي عندي دابة هي يومه وعلى مبلية تفكيرها طال وواحد النهار تصلت بيا مدام هيبو وقالت باللي باغت شوفني ضروري مشيت وتلاقيتها في واحد الكافي وقلت الله يسمعنا خبار الخير قالت قمر انا فكرت في العرض ديالك انا ولادي تفارقو وما باللياش فيهم غادي يرجعوا والفرصة اللي عشت كنت سناها تجيجات وخاصني نقرر انها توقع ومن جيها كنشوف ولدي اياد كيتعطب وخاصه يرتاح انا قررت نحاود له كل شي وفي المقابل تبيني الدليل للبراءة ديالي اللي عندك قلت ليها انا موافقة ولكن بغيت هاد شي كله يوقع فالنهار اللي تبين فيه النتيجة ديال اداءان ديال بنتي بغيتو يعرف هادك النهار قالت متافقي واحتى انا بغيت عبد الحاميد يعرف نفس النهار تافقنا انا وما دان هبع لكل شي ومن جيها ومشيت لعند جا ديني وطلبت منو يعاود كل شي لعمي عبد الحاميد باللي نطلب منو انا وباللي حان الوقت يكفع للدنب اللي شاغلو هادي سنين ودازت عشر ايام وجا اليوم الموعود ممشيتش المحكمة باش نعرف نتيجة التحليل ولا نشوف تعبير ووجه ايام من لي عرف باللي شك في بنته كتافيت فقط باناني صيفت فاتين تنوب علي في القضية وتجيب لي الاخبار بما انها المحامية ديالي مشات وبقيت كنت سنها هادشي وفعلا من لي جات قلت فاتين على سلامتك عاودي ليش نوقع وهي تقول القاضي اعلن على نتيجة التحليل وتبت نسب البنت لباها رسميا قلت وشنو كانت تردد فعل اياد قالت شفت فيه بحليلة رجعت فيه الروح وتنفس من جديد وضحك وبالمناسبة هو من اول الجلسة كيقلب بعينيها عليك وكي تسناك تجي قلت ليها مزيان هادا اول دالهين على باراتي وهي تقول ونزيدك جا عندي وبقى كي سولني عليك قلت او من بعد قالت قال لي يا بغيت بنتي اضحكت وقلت ليها قولي ليه بنتك نكرتيها وهي تقول اوالا لا قال لي يا فين هي قمر قلت ليها وشنو قلتيلو يا كما قلت ليها على بلاستي قالت لا ما تخافيش قلت ليه انا كنت واصل معاك غاب التليفون قلت ليها مزيان تبارك الله عليك ودا بغى نفد اتفاقي مع مادام هبة اتصلت بها وقلت ليها تدير ذاك شي اللي اتافقنا عليه باش ندير حتى انا اتفاقي وافقت وعرفت من الخدامة انها قالت كل شي الاياد وباللي انا ما كنتش عارفة هم خود وباللي ما درت والو مع نور دين تقلق اياد بالزار وجات دور ديالي واتصلت بالعجوز وهزيته معايا واتصلت بعمي عبد الحاميد وطلبت منه يجي لبحد البلاسة ومن لي جاء قلت عمي طبعا انت مستغرب علاش عايبت عليك اليوم ولكن انا ضاميري ما يسمح لياش نخبيشي حاجة بحال هادي الحاج غي عاود ليك شي حاجة مهمة وكانت رجاك تسمع ليه حتى الاخر ابقى السيد كي عاود وعبد الحاميد مستوم من ذاك شي اللي كي يسمح وعيدت على مادام هيبة ومن لي جات كان اللي قاء حازين والدموع هي اللي سيطرت فيها عليها طلبوا اسماحة من بعدياتهم وشكروني حي جمعتهم ودعاوا معايا نرجح انا وإياد قريبا مشيت وما بنتش الإياد خليتوا يتكوا كما تكويت انا خليتوا بغي حماق بقيت مختفية على الجامعة وصلني الخبار باللي إياد كيقلب عليها في كل مكان وكيسول عليها قاع الناس وصلني باللي الدابز مع نور الدين شي مدافزة كبيرة وواحد النهار سمعت الدقان في الباب ما كانتش فاتن في الدار وما بغيتش نفتح شوية شي حد هرس الباب ودخل ودخل واحد الراجل ضخم خلعني دفعني وهز بنتي أنا شديته ما عرفت منين جاتني ديك القوة بديت كنقمشو وكندربو بكل ما عندي من قوة حط البنت وبدك يدرف فيها باش يتفك مني شوية جبدو شي حد وبدك يدابز معاه ويدتار معاه كان إياد ديما كيجي في الوقت المناسب بحال الأفلام الهندية هزيت بنتي ضغياء الحدني من الخوف ودقف داك الضخم ودقف إياد ولكن داك الراجل غلب وهرب خفت بالسهف ناد إياد وجرني وقال إياه يالله هنمشيوا من هنا ومشينا وأنا الخوف راكبني وداني اللي الدار عندو فين كان باهم شافونا وتخلعوا بعد ما هدنوني أبدعوا كيداوي وفجروح لفوجهي وفوجه إياد عاوت ليهم كل شيء وبيلي الراجل كان مستهدف بنتي وبغي يخطفها ولو كان مجاش إياد يفقني كان أول واحد غنشك فيه نتقات أمو قالت شكون غي بغي يدير هاد الفعلة وأنا نقول ما كاين من غيره نور الدين طبعا قالت الله ها بنتي وما لنور الدين مسطي قلت هو أنا متأكدة وكنقسم ليكو إلا ما باحتش من طريقي غدا نقتله سمعتو غدا نقتله كنت هاي جرب الزاف ديك الساعة وما كنشوفش قدامي المهم أنه قلتي معايا واضطريت نبقى معاهم في الدار واعتذرت الفاتن على الروينا اللي درت ليها في الدار بقينا ساكتين شحال أنا وإياد هو يقول لو كان ما جيتش في الوقت المناسب بنتي ما عرفتش فين غدا تكون دابا وقلت بنتك؟ ماشي هادي هي اللي مكرتي واجي لهنا شكون قال ليك باللي أنا في دار فاتن وعليش جيتي في ذاك الوقت بالضبط هاتش غريب أو لا؟ قال لي أنا من نهار اغبرتي وأنا شاك باللي انتي مع فاتن وديما كنت كنسوّلها وكتقول لي باللي ما عارف عليك وعلي هاتش كان كتير شكوكي كل نهار كنت كنراقب دارها على أمل نشوفك والبارح شفت داك الراجل وجاني غريب وبقيت كنراقبه من اللي لقيته دخل عندك وكيد دابز معاك ما صبرتش وجيت وحتقتك مني داز داك النهار في الرعب وبقى نور الدين في بالي أكيد هو وبقيت كنفكر في حل الانتقام مني وواحد النهار كنت قلصة حتى نقيته كيتتاصل بي وقال آلو حبيبة لبس عليك قلت الكلب ما زال عندك لوجه التاصل قال وعليش ما نتاصلش بغيت نطمأن على بنت خويا قلت له كان قسم لي كنور الدين إلا قربتي لبنتي مرة أخرى غنقول لك قال شنو كتقصدي بمرة أخرى؟ واش كتتاهميني باللي أنا اللي حاولت نخطفها؟ واش ممكن نقادي بنت خويا؟ ها ديك ره بنتي حتى أنا؟ قلت لي اسكوت وباركة ما تمتل علي دور البراءة وهو يقول شوف يا قمر انتي أعدائك كترو بزار تبتي وفكري شكون عنده مصلحة يدير هادشي واحد يراسك منه حيتبال لي مبغاش يبعد عليك حتي يصفيها لك وقلت واش كتهددني وشكون هذا اللي غيصفيها لي قال إلا بغيت تعرفيه شي عندي الهضرة ماشي في التليفون قلت واش ما غتساليش من القدارة ديالك بغيت تدير لي شي كامين عو تاني وهو يقول لا ما كين لك مين ولا والو هاد المرة كنقول لك الصراحة والمصلاح تقعد في راسك قلت ليه هانا جاي يا دابا قال واخا وباش ما نطيحش في الغلط اللي تحت فيه المرة اللولة نشيت عند إياد وقلت ليه كل شي قال لي يا نمشي معاك ارفضت حيث لو كان نور الدين بغي يقولها في العالم ما يطلبش مني نشي وافق ولكن بشرط انه يمشي معايا ويبقى في التموبيل داك شي اللي درنا طلعت انا لعند نور الدين وانا خايفة ولقيت البام محلول ترددت بزاف قبل ما ندخل وفي الأخير ادخلت وانا خايفة لا يكون موجد ليه شي كامين ولا شي فخ كما العادة دخلت وعيت نور الدين شوية وانا انتظم لقيت نور الدين مرمي في الأرض وغارق في الدم مضروب بالموض فشلو عليا رجليا وبقيتك نغوت نور الدين عافاك نور شكون اللي دار فيك هاد الشي انطق بصعوبة وقال قمر عاطقيني ما بغيتش نموت عافاك ممشيت بسرعة طليت من الشرجم وغوت على اياد قتلو عطقني عافاك تخلع وجه كيجري شاف داك المنظر وتصدم وتعاوننا انا وياه وهزينا نور الدين للطموبيل مشينا بيه بزربة السبيطار وهو كان كيقول كلمة واحدة قمر قمر وصلنا الاسبيطار ودخلناه ضغية وديري كتدخلوه لغرفة العمليات انا مقدرتش نوقف كنت خايفة بالزال والتاصل اياد بموبة وجاوا بالزربة واحتى واحد ما فاهمه شنوا واقع كل شي كان كيتسنى على نار وخايفين على نور الدين وبعد ساعة خرجوه وجاوا طبيب قال لي نبي اللي تخلف غيبوبة ومعارفين ش فوقاش غيفيق منها كل شي فشل وجاوا البوليس وبدوا كيسولو شنوقع شاف فيا اياد بخوف وقال قمر شنطرى بيناتكو شنوقع شفت فيه بصدمة وقلت اياد انا لقيتها كاك انا مدرت وعلو غوتات علي ماما وجاة بغت متفني واعتقني منها اياد وقالت كل ناس معناك تقولي غنقتله كان كاي حساب ليك هو اللي بغي يخطف بنتك اعلاش اعلاش درتي هكال مجريمة جاوا عندي البوليس وطلبوا مني نمشي معاهم باش يكملوا التحقيق حيث انا اول مشتبه به في الجريمة وبسبب انني هددته بشهادة الجاميع بالقتل انا ما تيقتش واش راني فحل فالكوميسار يخداو اقوال اياد بما انه هو اللي حزن والتي الاسبيطار وبعد استجوابي قرروا يحبسوني ما تيقتش راسي وفاتين حضرات على الفور بعد ما طلبت من هدجي وبقى معايا اياد وقال لي باللي هو غايدير جهدو يتبت برائتي اصدمت من قراره وغريب اول مرة كيتيق فيا معا انه ما شافش ما يتبت برائتي هادي حاجة زوين على الغموم بقيت في الحبس كنت سنة مصيري هاد شي مكتوب علي وللاسف انا مهددة بستجن المؤبد الى مشحتة مات نور الدين بقيت تم احتاجة وخرجوني السجانات وداوني لعند النائب العام شافني وقال لي مبروك تم الافراج عليك ما تيقتش راسي ولكن كيفاش وهو يقول لي يا باللي نور الدين فاق وقال باللي ماشي انتي اللي حاولت تقتله بالعكس عتقتيه دخلت المحامية ديالي وعنقاتني هي وإياد وهو مفرحاني وخرجنا وقلت لي هوم ولكن شكون هادا اللي حاول يقتل نور الدين وعلاش ثكتوا بجوج بهم وشيروا لي براسهم للجهة الاخرى وانا انتصدم شفت عبدو كانوا جاي بينوا البوليس هو اللي دارها مستاحيل داز من حدايا وداير فيا شوفا ديال الحسن مجيت عنده ووقفته وعينية مغرغرين ديتموه وقلت له عبدو علاش علاش تضي حياتك هاكا قال اغانبقى نبغي كقمر حتى الاخر نفس فيا كيما انتي ضحيتي بحياتك على ود الحب حتى انا درتها وغامرت بحياتي على ود كنتي ولكن ما وصلتش ليك حياتي كانت من الول من هنا بكنتي وبلا بيك غدا تكمل جروه البوليس والدو وانا عينية كيبكي هادا صديق طفولتي عبدالخالق اللي كانت شادة والفادة في حياتي كنعودها ليه ومر شاريت طفولتنا قدام عيني فلحظة وحنا صغار وحنا فالتانوية وحنا وحنا فالجامعة واش غنضحي بيه بسهولة ما قد ديتش نحبس دموعي وإياد كي عنقني وكي واسيني من بعد ما خرجت طلبت من إياد الديني لعند نور الدين نشوفه وفعلا نمشينا عنده ودخلت لقيت كل شي معاه وطلب من كل شي خلي وننها ضربه حتنا كل شي خرج وبقيت انا وياه وقال قمر انا ما دين ليك بحياتي لو كان معتقتينيش ما كانش غدين بقحي قلت انا كنت غندير نفس الحاجة مع اي واحد اخر في بلاستك هو يقول اي واحد اخر اه ولكن انا لا انا عاديتك وضلمتك بزاب في حياتك وحولت حياتك الجاحين كنت اناني وكان بغي الحاجة لي قمر كان طلب منك تسامحيني على كل ما درت ليك في حياتك وعافكي خلينا نبدأ وصفحة جديدة كاصدقاء قلت له انا كنت نقبل اي حاجة الا ان اخويا يتصاب بقادة ومن لي رفضت هددني كنت باغي نوصل ليك الخبار باش تحدي راسك مني لاحقاش كان متوحش ولكن من لي قلت له رغى نوقف ليك بالمرصاد الى حاولتي تقادي اخويا تعني وكان غيقتني قلت نور الدين انا بغى نطلب منك وحد الطلب قال اه طلبي قلت له بغيتك تسمح له ما بغيتش يقضي حياته في الحبس هو ماشي خايب وما يستاهلش دك الشي وانا اللي كان تحمل المسؤولية ديال هادشي اللي وصل له قال فهمت هو صديقك وعارف باش كتحسي قلت لي عافك فكر في الموضوع ومغا تندمش طارك من العداوة قال لي يكون خير ودخل المغيار دقيات وقال واش مازال مطول مع امراتي راني كان غير ها اضحكنا انا ونور الدين وفرحت حيتسالات العداوة اللي بيننا وهاد المرة حسيت بنور الدين اتغير دوز نور الدين مدة في سبيتار وكنا كنزوروه وكانت كتزورو معايا احتفاتن وتوضطات العلاقة بناتهم اكيد هادي هي البنت اللي كان كيتمناها نور الدين شابها زوينة وقوية ودكية هي تماما وخرج نور الدين من سبيتار ومدام هيبة اعتادرت لي على اتهام هالية بمحاولة قتل ولدها سمحت ليها لحقاش ما كانتش واعية بدكش اللي كانت كتقول ولدها هاداك وكتشوفه كيموت قدامها وانا واياد ارجحناك في القبل ونور الدين اوفى بالعهد دياني ومشى تنازل على الدعوة وبالتالي عبدو اخدا حكم مخفف واليوم هو يوم مميز حيث غنمشي ونخطبول نور الدين غنخطبوليه فاتن طبعا العريس مرعوب وحنا كنضحكو عليه البسكوستيم جامعاه بالساف ومشينا انا ومدام هيبة وعمي عبد الحاميد وحبيب قلبي اياد دخلنا بصلا وسلام ونور الدين حشن بالساف ونهار العرس ووقفت مع فاتن حتاجت حماتي وجابت لي واحد الصندوق كبير وقالت لي يا هادا ليك من اللي فتحتو حليت فمي بدك شي اللي شفت ايش هاد الشي كسود العرس وقالت انتي ما لبستيش كسود العرس وما فرحناش بكم انتي واياد وهادا هو الوقت نفرحو بكم كانت فرحة ما ليهاش متين البست وقدوا لي شعري وولي نجوج عرايس انا وفاتن جان وردين وباس مراتو وعبر عن اعجابو بفستاني ودخل حتى اياد شفتو لابس كوستيم ودمعو عينيه وعنقتو قلت حلمنا تحقق اخيرا وكننا احلى عرسان وداز عرس اسطوري شطحنا ونشطنا وبعد العرس مشينا بربعة بينا ندوز وشغر العسل كان من احسن ما يكون واخيرا حاربت بزاف على ود الحب ديالي الاياد كل شي على قبل الجملة اللي سمعتها من حماتي وحماية اللي ما يضحيش على قبل يعيش الحب دياله مايستاهلوش وصلنا لنهاية قصتنا وكنتمنى تكون عجباتكم وإلى اللقاء مع قصة جديدة